اقبل فصل الصيف واستحب معه المحبة والمودة بين الاحباب والاصدقاء حيث تجتمع العائلات والاسر مع بعضها بعضا تارة تحت ظلال اضواء القمر واخرى في المتنزهات العائلية هنا متنزه الكرم السياحي بمنطقة تساوى وادي عتبة يقبل عليه الزوار من مختلف مناطق الجنوب تعقد فيه اللقاءات وورش العمل واجتماعات حكومية ومحاضرات تثقيفية واحتفالات وغيرها طبعا بالنسبة للمنزه يضم عدة اجنحة طبعا من ضمنها عندنا طبعا نزل بالإقامة اللي هو ممكن يسع من 50 لل60 سرير وعندنا طبعا قسم تاني اللي هو القاعة السلام نستقبل فيه العديد من الانشطة في المنطقة الجنوبية من ضمنها طبعا الرحلات المدرسية والامور الاجتماعية بصفة عامة وتأتي هذه المتنزهات كمنفد للروح ترفعها نحو جو اجتماعي مملوء بالمحبة والمودة بين المواطنين وتعمل على كسر الروتين الحياتي للفرد ومنطلق للتجديد وبراح يمرح فيه الأطفال ساهمة أكيد في عديد من المحافل والمناشط من خلال دعم لكل ورش العمل سواء أو الندوات داخل منتزه الكرم استطاع بمجهوداته البسيطة أن يثبت الهوية العتباوية في كل المحافل وفي كل المناشط فحقيقة لهم كل شكر يعتبر هذا المتنزه المتنفس الوحيد للعائلات بوادي عتبة حيث يتم فيه تنظيم الملتقيات والندوات والمهرجانات التي تهدف إلى إيجاد روح المودة والمحبة وصفاء القلوب وتنشيط الراحة الجسمية والذهب